نروح لأخبارنا والحقيقة النهاردة يمكن زي ما قلت لكم ميستر بيتسو موسيباني فضل انه هو الفرقة تاخد راحا النهاردة على انها ترجع مرة تانية بكرة ان شاء الله تتدرب تدريب خفيف وتسافر بكرة كمان ان شاء الله يوصلوا بالسلامة للجزائر السعدادة لمواجهة وفاق الصيف يوم السبت اللي جاي الخبر الكويس النهاردة مرتبط طبعا بربطة الاندية اللي اعلنت طبعا برئاسة احمد دياب انها هتزود عدد الجماهير اللي يحضروا في مطشاط المسابقة الدولي المصري خلال الموسم ده من 2000 ل5000 وده معناه انه تجربة نجحت انا قلت الحقيقة في البداية ومن اول ما تم الاعلان عن القرار انه ده اكيد بمثابة تست صغير كده نشوف كده الحضور الجماهيري وطبعا يعني احنا متفقين مبدئين انه الجماهير بدونها واحنا عيشنا ده لسنين طويلة جدا المطشاط مالهاش طعا ومستويات اللعيبة نفسها بتتأثر بشكل كبير جدا من الغياب الجماهير وشوفنا في مطشاط الاهلي في كاس العالم للاندية او حتى في مطشاط السوبر بحضور جماهيري كامل قد ايه المباراة بتبقى ليها طعم تاني وقد ايه الجماهير بتلعب دور كبير جدا جدا بتقوم بدورها الحقيقي في مسامدة الفريق وبتخليه في اوقات كتيرة جدا يتفوق على نفسه وعلى الظروف الصعبة اللي بيواجهها وينجح في اختبارات في منتهى الصعوبة ما اعتقدش انه كان ممكن تكون نفس النتيجة لو المدرجات دي كانت فضل فبما انه التجربة الاولى رجحت انه الالفين وصلونا قلت انه مسئولية كبيرة على الجماهير اللي هتحضر في الدور الاول من الدولي انها توصل رسالة انه جماهير الكرة المصرية بخير اعتقد انه الرسالة وصلت والحقيقة انه الجماهير قدمت طابلو رائع يعني ويمكن عشان كده كانت الاستجابة بزيادة عدد الحضور لخمس سلاف واتمنى كمان ان احنا نراهن على الخمس سلاف دول في انه الاعداد تزيد في الفترة اللي جاية مش بس كده كمان تذكرة المباراة يعني هيتم تخفضها من مئة جنيه لخمسة وسبعين جنيه عشان يسهلوا طبعا على الجماهير الحضور وده جاية حقيقة بالتنصيق مع اتحاد الكورة مع شركة بريزنتيشن مع شركة تذكارتي مع الشركة الافريقية وان شاء الله بإذن الله تكون يعني فتحة خير او بدرة خير وان شاء الله نشوف قريب جدا الملاعب المصرية ومدرجات المصرية ممتلئة عن اخر بيرسي تاو اللي تقلق بشكل كبير جدا واللي اكد على ثقة مستر موسيماني فيه الحقيقة في الفترة الاخيرة الاتحاد الافريقي اختار بيرسي تاو نجم النادي الاهلي كافضل لاعب في مباراة دور مباراة الاولى طبعا دور قبل النهائي في بطولة افريقيا بعد ما تقلق في المباراة واحرز هدفين وكان ليه اسست حقيقة بيرسي تاو قدم اعتقدنا مقدمة لانه بشوف انه بيرسي تاو عنده اكتر من كده كمان بكتير وان شاء الله اذا قدر يحافظ ويطور ربنا يحفظه من الاصابة هتشوف نسخة تانية ومختلفة من واحد هيكون باذن الله ان شاء الله نتمنى انه يكون واحد من اهم المهاجمين والاجنحة في الدوري المصري في الفترة اللي جاي خلينا اقول لكم طبعا انه لغاية دلوقتي مستر موسيماني بيقول انتو لسه ما شفتوش او يعني ما تقدروش تحكمه بشكل نهائي على قدرات بيرسي تاو على الرغم بانه الصورة اللي ظهر بيها في مباراة وفاقص طيف اعتقدناها كتمرضية لكل جماهير النادي الاهلي وده اللي الترجم طبعا بفوزه بلقب افضل لعنى هقف سريعا جدا مع تصريحات رئيس نادي وفاقص طيف عبدالحكيم سرار طبعا والتصريح الاهم يعني الجملة والمقولة المهمة جدا اللي بتعكس حاجات كتيرة جدا يمكن نكون مفتقدينها الراجل بيقول انه النادي الاهلي بيتفوق على جميع الاندية الجزائرية بحوالي خمسين عام وهنا انا عايز اقف مش مع الاشادة بالنادي الاهلي لانه الحقيقة اشادة يستحقها وفي موضعها وحصلت الحقيقة في كل الاندية وكل الدول اللي وجه فيها النادي الاهلي فرقهم حتى مع الاندية الكبيرة اللي كان بيقابلها في كاس العالم واللي بتتفوق عليه على الاقل ماديا بمراحل ورغم كده الحقيقة الاهلي في كل مناسبة حضر فيها تلقى اشادة كبيرة جدا الحقيقة يمكن رئيس النادي الجزائري رئيس نادي وفاقص طيف عبدالحكيم سرار قال الحقيقة ان احنا لعبنا واحد من اعظم اندية افريقيا وفريق كبير جدا وجينا نقابله وهو في اعظم او في احسن حالاته في الوقت اللي احنا ما كناش فيه يعني على المستوى وجهنا صعوبات طبعا بطرد قراوي في النص ساعة الاولى من المباراة لكن الحقيقة اللي لفت نظري مش الاشادة بالقايا اللي لفت نظري الروح الرياضية اللي لفت نظري هو يعني حجم ومدى التصالح مع النفس من رئيس نادي لم يخرج رسميا من بطولة افريقيا يعني على الورق الرجل ما زال عنده فرصة وتصريح زي ده ممكن قبل مباراة العودة يكون صعب شوية على الفريق بتاعه ورغم كده الحقيقة الرجل بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح اشاد بالنادي الاهلي يتكلم عليه وانه بيسبق الأندية الجزالية كلها بحوالي خمسين عام فكرة انك انت تدي المنافس حقه فكرة انك انت لما تخسر مباراة او تخسر بطولة تعترف وتحترم في نفس الوقت المنافس اتمنى ان احنا نشوفها بدل ما دايما عايشين في حالة جدل وحالة صراع وحالة تشكيك وحالة اتهمات في محاولة لتعليق فشلنا عليها اتمنى ان نروح دي نشوف زيها عندنا هنا في مصر نروح لفريق الطايرة رجالي اللي بيستعد لمواجهة فابل كاميروني في بطولة افريقيا فريق الاول طبعا يمكن بيواصل تدريباته واستعداداته بشكل قوي جدا في تونس عشان يواجه بطل الكاميران فابل كاميروني في تاني مطشاط الفريق بدور المجموعات لبطولة افريقيا واللعيبة النهاردة تناولت وجبة الفطار تقريبا الساعة 10 الصبح بتوقيت القاهرة وبعد كده كان في مجموعة من التدريبات البدنية المختلفة او المتنوعة في الجيم عشان يتخلصوا من الاجهاد وطبعا الفريق في مباراته الاولى حق فوز مهم جدا على حساب فريق نادي الاولمبي القليبي التونسي في المباراة اللي اقيمت بين الفريقين في اولى مواجهات الفريق في البطولة كل التوفيق طبعا لرجالتنا وكابتن محمد مصرحي المدير الفني كان حريص الحقيقة انه يعقد محاضرة فنية لعبة الفريق قبل بداية التمرينة النهاردة اتكلم معاهم طبعا في عدد من الامور المرتبطة بالمواجهة وان شاء الله يكون التوفيق حليفنا في مواجهة فاب الكاميرون سلبية مسحة رجالت اليد اللي خرجوا من انجاز كبير جدا بتحاياهم للسوبر الافريقي عشان يخودوا منافسات بطولة كأس الكؤوس الافريقية دكتور محمد ابراهيم طبيب الفريق الاول لكورة اليد رجال اعلن عن سلبية مسحة بعثة الفريق في النيجر قبل ان شاء الله ما يبتدوا يخودوا منافسات بطولة كأس الكؤوس الافريقية للنادي الأهلي يواجه فريق دون بوسكو الإفواري في أول لقاءات دور المجموعات في البطولة الإفريقية كل التوفيق لرجالة الطائرة وزي ما رجالة اليد عملوها وفرحونا إن شاء الله بإذن الله رجالة الطائرة كمان يعملوها خلينا نروح لفاصل نرجع بعد ونستقبل محلل الأداء شريف سالم هيكون ضيف علينا في السادسة نتكلم عن أهم وأبرز الاختلافات اللي حصلت على أداء ومستوى نادي الأهلي في مواجهة وفاق الصيف الجزائري المواجهة الأولى والسعدادات الأهلي والطريقة الأنسب لمباراة العودة وتصوره طبعا فريق خسران قدام بطل القرن وبطل آخر نسختين من دوري الألقاب وصاحب رقم القياسي في عدد الفوز بدوري الأبطال هيواجه إزاي هيحضر إزاي لمواجهة الأهلي على ملعابه 5 جوي أو 5 يوليو في الجزائر يوم السبت اللي جاي فاصل ونرجع لحضراتكم